ومزيدا من الأخبار الاقتصادية مع وفاء بن يحي أهلا بك وفاء تواصل سعر سعر البترول في تدنيه إلى مدون الثلاثين دولار للبرميل أمر قد يحير الحكومة ويجعلها للاستعانة بقانون مالية تكميلي لتقطية العجز بمختلف القطاعات متابعة في الموضوع مع هشام شريف أسعار البترول تحت عتبة ثلاثين دولار للبرميل ولا أمل في ارتفاعها قريبا أوضاع أثرت على الكثير من المشاريع وهددت قطاعات أخرى مما جعل التفكير في قانون مالية تكميلية أمر حتمية قانون المالية 2016 الآن مازل لم يكتمل شهر فهذه الميزانية أو قانون المالية 2016 يجد مشكلة كبيرة في تطبيقه خاصة مع انهيار سعر المحروقات هذا ما يحتم اليوم وضع قانون مالية تكميلي ماهوش شي مستحيل باش نلجأ إلى قانون مالية تكميلي إن اقتضى الأمر لتعديل وتنقيح بعض الأحكام أو بعض التدابير التي جاء بها القانون المالية الحالي القانون التكميلي لقانون المالية سنة 2016 ينزل إلى قبة زغوت يوسف لا محال حسب العديد من النواب فهل سيحمل حلولا لتغطية العجز الذي يسببه شح الموارد المالية؟ إذا ما استمرت الأوضاع على حالها الدولية والله هو من المؤكد أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي سيضبط كثير ربما من الثغرات التي ظهرت في المدة الأخيرة وبالتالي سيمكن الدولة على الأقل من إنقاذ ما يمكن إنقاذه غياب رؤية استشرافية قبل الهبوط الحادي في الأسعار قد يجبر الحكومة على تبني قانون مالية تكميلية لكنه يبقى مجرد حل ترقيعية لمرحلة حرجة إلى موضوع آخر أين أعلنت الشركة الفرنسية أفريل والشركة الأم لشركة المواد الغدائية لوسيور عن تخطيطها لدخول السوق الجزائرية بإنشاء مصنع لإنتاج المايونيز وجاء هذا الإعلان من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة عند افتتاح مصنع لوسيور بجيراند وحسب نفس المصادر المجموعة لم تعطي تفاصيل أكثر حول مشروعها بالجزائر وللإشارة فإن مجموعة أفريل متواجدة بالجزائر من خلال فرعها ساندرز التي افتتحت في الواحد والعشرين أكتوبر الماضي بولاية عين الدفلة إلى موضوع آخر حيث لا تزال عدد من المشاريع السكانية المزمع إنجازها بولاية جيجل تروح مكانها ومتوقفة بسبب جملة من العرقيل التي تواجه المقاولات أيمن عبد الرحيم ونجمة بوكرشيو فصلاني في الموضوع أكثر من ستة ألاف وحدة سكانية من مختلف الأنواع لا تزال تروح مكانها بولاية جيجل بسبب جملة العرقيل التي تواجه المقاولات المكلفة بالإنجاز مسلسل النزاع القضائي مع مصالح الغبات حول الطبيعة القانونية للأوعية العقارية موحفة الغبات ستشارع فيهم وكين تاني مشاكل كين مقاولين سنبدأوا في المشاريع الـ LPP وهم حبسين لأن ملاحقهم ستوصلت وعدات 50% وهذا المقاول ستشارك اقتصادي ونحن مدى بنا نشوف الجزائر في مصاف الدول المتقدمة مشكل الملاحق وعدم تطابق الدراسة تقنية للمشاريع مع طبيعة الأشغال عوامل كانت وراء توقف أشغال مشروع انجاز تنوية و75 وحدة سكنية بمنطقة مزغطان بالإضافة إلى توقف عملية انجاز 124 وحدة سكنية نوع ترقوي عمومي بمنطقة حراثا كين مشروع بـ 280 مسكن ترقوي عمومي LPP بحي حراثا المستفيدين راهم ديجا كين اللي خلص الشطر الأول والثاني انتعى المستحقات انتعوا لأنه الوزير راح تدد الخطرة اللي فاتت آخر أجل وضعية باتت تقلق أصحاب المقاولات وتكبدهم خسائر مالية كبيرة للاستفسار عن الوضع اتجهنا إلى الجهة المكلفة بإنجاز السكن الترقوي العمومي لكن بدون جدوى لعدم تمكننا بالترخيص بتصريح نختم بجدوى المعدل أسعار العمولات الأجنبية